على الرغم من المحاولات الأمريكية لمنع وصول المقاتلات الروسية من طراز يسو 35 من الجيل الرابع لمصر على ما يبدو أن الصفقة ما زالت مستمرة فما هي هذه المقاتلات؟ ولماذا تريدها مصر بشدة؟ سنعرض لكم التفاصيل تابعونا أهلا بكم لا يزال طيرين المصريين يتدربون حاليا في روسيا على مقاتلات يسو 35 ووسال الإعلام الروسية أفادت أن الدفعة الأولى من مقاتلات يسو 35 في طريقها إلى مصر كجزء من صفقة عام 2018 للحصول على مقاتلة التفوق الجوي الروسية المتقدمة وهي فئة تعد الأولى من نوعها بالنسبة لمصر وذلك بعد ظهور صور لخمسة منها متجهة إلى مصر وبحسب موقع روسيا تدعي أو روسيا اليوم فإن المصادر أشارت إلى أن هذه الطائرات المقاتلة الثقيلة البعيد المدى ستمنح الجيش المصري التفوق في سماء المنطقة وفاد موقع توب وور الروسي والمختص في شؤون الدفاعية أن الدفعة الأولى من مقاتلات يسو 35 أقلعت من محطة طيران كومسومولسك وتوجهت بعد ذلك إلى جانب الأوروبي من روسيا حيث سيتم تسليمها إلى مصر ظهرت أول صور خمس مقاتلات من طراز يسو 35 تم تصنيعها للقوات الجوية المصرية على شبكة الإنترنت والتي تفوقت في مطار نوفا سيرباسك تولماتشيفو أثناء رحلة إلى الجزء الأوروبي من روسيا ولا توجد علامات تعريف على الطائرات لكن أرقام الذيل على العرضة محددة من 9211 إلى 9214 وكانت القوات الجوية المصرية في الثامن عشر من مارس آذار من عام 2019 قد وقعت صفقة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لشراء 24 طائرة مقاتلة روسية الصنع من طراز يسو 35 بما في ذلك المعدات ذات الصلة ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في ذلك الوقت أن الصفقة دخلت حيز التنفيذ في أواخر عام 2018 وسيتم تسليم الطائرات المقاتلة في عام 2021 وستتم إضافة الطائرات إلى قائمة الأسلحة الروسية الصنع للقوات الجوية المصرية فمقاتلات السوخوي تشكل إضافة رئيسة للقوات الجوية المصرية في ظل الظروف الراهنة ومقاتلات سو 35 قادرة على المناورة بشكل كبير ومتعددة الأدوار والتي يمكنها مهاجمة الأهداف البرية والجوية البعيدة خاصة الأهداف الخرسانية التقيلة مثل التحصينات والمدارج وتستطيع مقاتلات سوخوي سو 35 أن تصل سرعتها إلى 2800 كم في الساعة الواحدة على ارتفاع 11 كم ويصل مداها إلى 4500 كم وستسمح إضافة خزنات الوقود الخارجية للمقاتلات بالسفر لمسافات أكبر وأطول دون الحاجة إلى التزاود بالوقود على الرغم من أن قدرات التزاود بالوقود أثناء الطيران تجعلها قادرة على المنافسة مع الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز F-35 اللواء ناصر سالم الرئيس السابق لقسم الاستطلاع بالجيش المصري وأستاذ الدراسات السراتيجية في أكاديمية ناصر العسكرية العليا قال إن اقتناء مصر لمقاتلات سوخ 35 ستضمن حماية المصالح المصرية وكانت قد أفادت صحيفة Wall Street Journal الأمريكية في الرابع عشر من نوفمبر من عام 2019 أن وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر السابقين حذر حينها وزير الدفاع المصري صدق صبحي من العقوبات المحتملة بسبب شراء طائرات حربية روسية بموجب القانون الأمريكي الذي يحضر شراء المعدات العسكرية من روسيا وأن مثل هذه الصفقة ستؤثر بالتأكيد على الصفقات الدفاعية المستقبلية بين القاهرة وواشنطن إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع الضغط على مصر لإلغاء الصفقة لأن مصر دائما ما تسعى لتسليح مختلف المصادر حتى لا تتحكم أي دولة في قراراتها